اشتركوا في القناة رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما بدوام الصحة والعافية لهم ولشعوبهم ودولهم الشقيقة دوام الأمن والاستقرار والازدهار فيما أشاد قادة الدول الشقيقة باستضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين برئاسة جلالة الملك المعظم معربين عن ثقتهم بنجاح القمة في تحقيق الأهداف والتطلعات لتعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك كما بحث سعادة وزير الخارجية مع نظرائه في الدول العربية علاقات الأخوة الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين وبلدانهم الشقيقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في المجالات كافة خدمة للمصالح والأهداف المشتركة هذا واستعرض سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني خلال جولته الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماعي أصحاب الجلال والفخام والسمو قادة الدول العربية